أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على آخرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أحناقهم مغلالا فهي من الأبطال فهم حمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحل الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلا ويغبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرهم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نفس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ما إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تغني عني بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمات بربهم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء من جود من السماء وما كنا أنزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به نستازلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يوجعون وأن كل لما جميع الذين محورون وآية لهم الأرض الميتة أحيناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمريب ما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقرار قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الله كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أبطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإلا هم من اللجذاك إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعث الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة هم واحدة فإذا هم جميع لدينا محورون فاليوم لا تغلب نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اللوم في شغل وفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاج اللوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدما لا تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدوكم مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنب التي كنتم تعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أحدهم فاستبقوا الصراط فأنا يمصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا إياً ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ذون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محورون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعدلون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فيدا وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال أن يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي اجعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء والأرض قادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة